السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم نجارة الأساس النهاردة طبعا نتكلم على موضوع مهم جدا وهي مادة المعدات الصناعية مادة المعدات الصناعية لا تقل أهمية عن أي مادة تانية في مواد التخصص بتاع نجارة الأساس مادة المعدات الصناعية هنتكلم فيها النهاردة على أسئلة الملاجعة أسئلة الملاجعة النهاردة هنتكلم فيها سينو جيم ونعرف أهم النقط اللي بتيجي فيه الامتحال ونتكلم كمان إزاي أنا برسم المكينة إزاي بحط عليها أهم الأجزاء طيب تعال نتكلم سريعا كده ونشوف مادة المعدات الصناعية عندنا بتتكون من إيه؟ بتتكون من أربع أفرع أو أربع وحدات الوحدة الأولى مكينات الشق والنشر والقطع وهي مكينة منشار الشريط مكينة منشار الصينية مكينة منشار الأركت المجموعة التانية اسمها مكينات المسح والتصفية وهي مكينة الربو مكينة التخانة مكينة الصنفرة عندي مجموعة تالتة وهي مجموعة مكينات التشكيل عندي مكينة الحلية مكينة المخرطة عندي مكينات النقر واللسان عندي ذات البنطة الأفقية وذات البنطة الرأسية وذات الجنازيل الاربع مجموعات دولارد ب12 مكينة جماعة بيجي الاسئلة في اهم الاجزاء رسم المكينة اوجه الاستعمال الحاجات دي مهمة جدا ان انت تبقى عارف ازاي يجيلي السؤال ازاي ان انا اجاوب عليه طيب رسم المكينة بيقولك ارسم شكل مبسط مش شرط ترسم المكينة بالتفصيل ولكن انا عايزك تبقى فاهم ان المكينة دي تعرف تحدد اجزائها تعرف الشكل بتاعها العاملات اللي بتقوم بيها بشكل مبسط اين كان الحجم بتاعه صغير او كبير في كراسة الاجابة طبعا ممكن يجينا زي الدور الاولاني ان المكينة المرسومة وانت بتقول عليها اهم الاجزاء ولكن الافضل ان الطالب عندنا يتضرب على رسم المكينة بنفسه ده هتفرق معاك كتير جدا في الاستيعاب وفي فهم المكينة بشكل كبير طيب واهم الاجزاء طبعا انت بتشرحها لو قال لك اذكر بتعمل عملية ذكر لأهم الاجزاء لو قال لك اشرح بتذكر وبتشرح اهم الاجزاء لكل المكينة طيب تعالي نتكلم على جزئة تانية وهي الصيانة المكينات صيانة المكينات قريبة من بعضها ولكن مع اختلاف نوع المكينة لو ما كانت مثلا شكل مناش بتبقى بنضيف عليها جزء بتاع السلاح ماشي زي سلاح الشريط او سلاح الاركات لو كانت مكنة زي صنية مثلا بيبقى سلاح الصنية لو كانت مكنة زي عمود كستير زي التخانة او الربو بيبقى لها نقطة او اتنين زيادة عن المكينات تمام طبعا بالاضافة ان في مكنة زي منشر الشريط بنحط لها شوية اجزاء وهي طريقة لحام سلاح الشريط واسباب كسر سلاح الشريط دولة الزيادة عن اي مكينة احنا بناخدها تعالي نتعرف النهاردة على الاسئلة اللي بتيجي في مدحانات الدبلوم ونشوف هنجاوب عليها ازاي اول سؤال عندنا بيقول اسكر اهم اجزاء مكينة التخانة اهم الاجزاء طبعا عندنا القاعدة عندنا القاعدة القرصة طبعا جسم المكينة اللي هو بيتتكون عليه القاعدة القاعدة يا جماعة احنا عندنا القاعدة تتكون من جزئين هي القرصة اللي هي بتبقى فيها عمود الدرافيل والكستير والقاعدة اللي هي جزء الاسفل المكينة اللي هو بتبقى عملية السحب وفيها درفيلين بيبقى درفيلين سحب طيب تعالا نشوف هنا عمود الكستير بنقول عمود الكستير ان انت تسكر الاجزاء ديت انت كده تمام ولكن انت ممكن تضيف لو عندك وقت تضيف جزئية شرح طول ان عمود الكستير ده بيبقى صوان الشكلي بيتكون من مجموعة من الكستير تمام طبعا متقاسة على جهاز اسمه ميكرو ميلي زي البكوليس كده بيقدر ان هو يسلي بروس كل سلاح الكستير بتبقى ثلاثة خمسة ستة على حسب وكل ما زادت عدد الكستير كل ما كان افضل للشغل وكل ما عمل قلل الجهد على المكينة وفي نفس الوقت طلع المنتج بشكل افضل الدرافيل عندي يا جماعة الدرافيل تعالي نتكلم على جزئية الدرافيل ديت عشان مهمة جدا ان احنا نتكلم عليها ونعرف يعني ايه درافيل عندي اول حاجة اسمها درافيل سحب تمام ودرافيل طرد عندي الغطاء بتاع المكينة بيبقى فيه درفلين ويه القرصة بيبقى فيها درفلين وعمود الكستير طب بيبقى فيه مستر عمود الكستير بيبقى فيه القرصة طيب الدرافيل ديت عبارة عن ايه درافيل شغالة عكس عقارب الساعة ودرافيل شغالة مع عقارب الساعة درافيل السحب مع عقارب الساعة درفيل اضطرد عكس عقارب الساعة طيب درفيل اللي هو أول درفيل بيبقى في القرصة بنقول عليه درفيل مسنن درفيل سحب بيبقى عامل زي الترس بيبدأ يسحب قطعة الخشب طيب ما الترس دواتي مصطر بيأثر على قطعة الخشب وبيشوه منظرها طيب ما هتخش على عمول كستير بياخد جبدة أكبر من عمول الترس السحب بيقدر يطير الجزء بتاع الترس اللي هو علم فيه جزء الخشب طيب فيه في القرصة بقى القرصة بتاعت المكينة فيه عندي درفيل مقابل لي عكس الحركة بتاعته وبيتجه لاتجاه واحد يعني الاتنين شغالين وظفتهم انه ياخدوا قطعة الخشب يقدموها للايه لعمود الكستير طيب بعد ما تقدمت لعمود الكستير فيه درفيلين تانين واحد في القرصة واحد فيه الغطاء لطرد قطعة الخشب لسحبها للور طيب سرعة المكينة بنقول من 4000 ل5000 لفة في الدقيقة لو انا عند الدرفيل مش محكومة او عمود الكستير السرعة بتاعت المكينة بن 4000 ل5000 لفة لتعمل تبوز المنتج بتاعي لتأذي العامل فبنشتغل على العمود بتاع السحب بيشغال على حاجة اسمها طقم جلبسر طقم الجلبسر دوت بيهدي السرعة بتاعت الدرفيل يعني بيقدم الحاجة ببطء بيقدم الحاجة ببطء يعني بيبطء حركة السحب يعني قطعة الخشب هو المتحكم الأول فيها لتقدمها لعمود الكستير أما لو سمنا عمود الكستير لهواة ان احنا نحط قطعة الخشب هتلاقيها بسرعة 6000 لفة في الدقيقة دي هتلاقيها زي الطيارة ممكن تبوز المنتج وهتتلف المكنة وممكن تأذي العامل فطبعا بنشتغل على الدرفيل بتاع عمود السحب المكينة بنشغله حاجة اسمها مجموعة تروس بتهدي السرعة اسمها الجلبسر الجلبسر دوت مجموعة بتهدي عملية السحب بتاعت المكينة يبقى أنا عندي الدرفيل إيه؟ عندي اتنين في القرصة واثنين في غطاء المكينة غطاء المكينة طبعا بيبقى فيه جزء علوي لطرد النشارة أثناء عمل إيه؟ المكينة تمام؟ وعمود الكستير قولنا بيبقى استوانس الشكل بيتكون من مجموعة كستير كلما زاد عدد الكستير كلما قال المجهود العامل وكلما طلع المنتج عندنا بشكل أفضل وأحسن وأسرع طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها المصطرة تعالوا نبص كده عندي المصطرة المصطرة ديت يا جماعة بتبقى عبارة عن مصطرة مدرجة بقيس بيها الدرجة بتاع ضبط قطعة الخشب يعني أنا عايز أشيل جبدة اتنين تلاتة ملي اتنين تلاتة بيبدأ إن أنا أرفع ودام المصطرة عندي قطعة الخشب مثلا مثلا أربعة صمتي اتنين بوصة واحد ونص بوصة اتنين بوصة وعايز أشيل منها ببدأ إن أنا أصبط التخانة بتاعتي واشيل نسبة الزيادة اللي أنا عايز أشيلها طيب تعالوا نخش على سؤال تاني أذكر أهم أجزاء مكينة النقر زيادة البنطة الأفقية أذكر أهم أجزاء مكينة النقر زيادة البنطة الأفقية يبقى أذكر يبقى دوة ذكر من غير شرح عايز الشرح ما فيش أي مشكلة خالص بتحط على كل جزء الشرح بتاع تعالوا نتكلم على جسم المكينة جسم المكينة قلنا إنه هو يصنع من الحديد الظهر المسبوك ومعدل حمل أجزاء المكينة تمام مسبت بقعدة خرصانية في أرضية الورشة بيسموه لربطه أخرزا المنع اهتزاز المكينة طيب العربة ديت متصلة بتعشيئة تروس خاصة بالمكينة تمام تعشيئة التروس ديت بدي نبدأ إن إحنا نحرك عن طريق دراع العربة يمينا ويسارا عشان اتساع النقر أو العرض بتاع النقر طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الجشمة الجشمة ديت بيبقى عبارة عن دراع لدفع الجزء بتاع الرسمة الرسمة ديت جزء متركب على المكينة بيبقى فيها الجشمة اللي هي بيركب فيها البنطة وبنتوصلها بدراع خاص في جنب المكينة ببدأ إن أنا أدفع الجشمة بيبقى مسبت فيها البنطة عن طريق الرسمة الرسمة ديت بتبقى بجموعة تركيبة بتجري على مجاري غنفرية لسهولة الحرقة طبعا المجاري الغنفرية ديت بيبدأ إن إحنا ندفع عن طريق الدراع بيبدأ يخش العمق بتاع النقر بتاعي بيبدأ إن أنا أحدد العمق عن طريق العربة اللي هي بتيجي يمينا ويسارا وفيه دليل اسمه دليل العمق اللي هو بيبقى موجود عند نهاية العربة بيبدأ يحدد عمق النقر بتاعي عندي سكينة التربيع طب سكينة التربيع ديت يا جماعة ما بتبقاش جزء من المكينة طب السكينة التربيع ديت عندي يا جماعة النقر بيبقى شبه دائري نص دائرة فأنا عايز النقر بتاعي يبقى ربع أو مستطيل عشان اللسان بتاعي يركب بحرية كاملة فباخد سكينة التربيع ديت هي سكينة يدوية زي عاملة زي الأزميل كده بيبقى بشكل زاوية بقدر إن أنا أشيل الزاوية بتاع النقر بتاعي بسهولة طبعا سكينة التربيع ديت بتبقى خارج المكينة جماعة ما بتبقاش جزء من أجزاء المكينة ولكن في الانتحانات بتاعتنا بنجيبها جزء لأن هي بتساعد بعد ما بعمل عملية النقر بتساعد معايا إن أنا أقدر أطلع النقر بشكل كويس أذكر أهم أجزاء مكينة الصينية تعال نتكلم على مكينة الصينية ونشوف أهم أجزاءها عندي أول حاجة اتكلم عليها في الصينية نتكلم في احنا طبعا بنتكلم هنا باختصار جماعة يعني لما بقول لك أذكر أنا بجيب لك أهم الأجزاء اللي هي موجودة في كتاب الدراسة طبعا أنت ممكن تزود حاجات بتنبقى إحنا عايزين نضيفها زي مثلا جسم المكينة أنا متذكره لأنه ذكرته في أجزاء كترة في المكان بيبقى فيه عندي كمان مفتاح تشغيل ده بيبقى لازم أنت تحطه في أي مكينة لأنه ما فيش مكينة بتشتغل يعني ما بتعملش المفتاح تشغيل اللي هو مسؤول عن إقاف وتشغيل المكينة بيبقى مفتاح زيتي في العموم لتحمل الأعباء القهرابية وانتصاص الشرص القهربي طيب جسم المكينة جسم المكينة يا جماعة في جميع المكينات معها ده مكينة الصنفرة بنقول عليه جزء سابت يعني إيه جزء سابت تعال نتكلم على أي جزء في المكان بتاعتنا شغال إيه على ثلاثة فاز والسرعة بتاعته سرعة عالية جدا طيب تعال معظم المكينات بتقول الجملة الجميلة اللي نبقى الهدية تصنع من الحديد الظهر المسبوك ومعد لحملة أجزاء المكينة في الصينية آه في الشريط آه في التخنى آه ده كلها من الحديد الظهر المسبوك ومعد لحملة أجزاء المكينة مسبت بقاعدة خرصانية في أرضية الورشة بصمولة ربطه أخرزا اللي معنى اهتزاز المكينة طبعا الجزء ده مهم جدا ان انت تذكره في كل المكينات لأن كل المكينات عندنا الأجسام بتاعتها بنصنعها منين الحديد الظهر ونفس القصة بتطربت بصمولة ربطه أخرزا طيب لزمتهم إيه ده بتقول له للمنع اهتزاز المكينة طيب سلاح الصينية بنقول قطر بتاعه بيبدأ من 17.5% الـ 180 ايه ده الرقم الغريبي اللي انت قلته ده باستر ايه 17.5% الـ 180 قال لك إن أنا عندي مكان الشق بتاع الأشجار اللي أنا بستخدم له أقطار فوق المية ماشي مدوة طبع النجارة فلازم إن أنا طالما اتكلمت على مكانة معدة لازم أقول حزافرها حتى لو ما بستخدمهاش في ورشة النجارة حتى لو ده في المصانع الكبيرة ولكن الواجب اللي أنا لازم أقوله لك أو المنهج يقوله لك إن يقولك إن القطر بتاعها بيبدأ من 17.5% ليه شق السدايب والأواشيط والكلام ده كله ليه الـ 180 طب الـ 180 ده يتشق أشجار آه موجودة في المصانع مش موجودة عندنا ولكن لازم أذكرها من ضمن الحاجات اللي أنا لازم أقول مكانة الصينية يبدأ من كذا لكذا طيب يصنع من هنا السلاح ده يا مستر قال لي يصنع من الصلب الملون يعني إيه صلب الملون قال لي إن الصلب عندي بيبقى اللون الميتل بتاعه اللي هو اللون الفضي اللي أنت بتشوفه دوت على طول واخد بالك ولكن سلاح الصينية كميني بنبقى مخفية وهي الوضع بتاعها أفقي آه الوضع وإحنا شغالين ممكن اللون الميتل بيغريك مع اللون الخشب فما بتاخدش بالك فبيبقى بنجيب حاجة اسمها صلب ملون بيبقى اللون بتاعه مغدرة أو مزرق اللون اللي هما موجودين في الصلب الملون بحيث إن انت عينيك تلمح اللون فتحترس من السلاح ممكن السلاح ده طيب أنت تحطه بالزبط على قد السمك بزيادة واحد ملي أو اتنين ملي أو حتى نص سنطين فممكن العامل ما ياخدش باله من حركة السلاح فلقدر الله ممكن تأذين فبنقول ليصنع من الصلب الملون يبدأ قطره من 17.5 إلى 180 ماشي مفلج أسنانه يمينا ويسار تمام؟ طيب تعالي نتكلم بعد كده على حاجة اسمها العجلة أو اليد العجلة أو اليد ديت وظفتها يا مستر قالني أنا عندي العجلة ديت وظفتها أنها بترفع السلاح اللي احنا شايفينه دوت السلاح دوت بيترفع عن طريق حاجة اسمها عجلة في جسم المكينة طبعا فيه تدريجة لوانا في المكينة الحديث بتبقى فيه مصطرة بقدر أن أنا أرفع سنتي 2 سنتي 3 سنتي على حسب ما نعايز ولكن فيه المكين اللي هو المكينة الإنجليزي ما فيهوش القصصية فبنعتمد على التجربة أن أنا ببص على قطعة الخشب محتوطة على مكينة الصينية وبيبدأ أرفع على حسب الحاجة إليها طيب تعال هنا ونقول مفتاح التشغيل إيه مفتاح التشغيل دوت قلنا هو مفتاح زيتي لتحمل الأعباء القهربية وامتساس الشرز القهربي طيب الزاوية أو دليل المشغولات الزاوية ديت موجودة في جميع المكينات اللي هي بيستخدم لها كستير خلاص بنقول على الزاوية بتثبت على القرصة وفي قوية الوضع بها على القرصة وفقية الوضع الزاوية ديت حرة ولا سبتة لأ حرة عشان ببدأ العروض بتاعت الخشب بتاعتي بتختلف طيب بتتحرك عن طريق إيه قال لي بيبغى منفيرية ومجموعة مسامير اللي هي بنقول عليها العصفير اللي بنقدر ان احنا نثبت بها الزاوية على حسب الحاجة إليها تمام يبقى الزاوية دليل المشغولات توجد أعلى المكينة لتحديد عروض الأخشاب على حسب الحاجة هي حرة الحركة تتحرك على مشقبيات غنفرية القرصة بنقول أفقية الوضع تتقون من جزئين جزء يمامي وجزء خلفي لتغيير السلاح أو صيارة المكينة طيب القرصة دي بنقول عليها تصنع من الصلب أو الحديد الظهري اللي اتنين عندي سيان لو من الصلب أو الحديد أو الحديد الظهري المسبوك التلاتة عندي واحد بالنسبة للقرصة أما جسم المكينة بنقول من الحديد الظهري تعالوا نخش على سؤال تاني ارسم مكينة منشار الشريط بص بقى السؤال دو جميل جدا نقدر من خلاله نعرف رسم المكينة بيجي ازاي ارسم مكينة منشار الشريط مع كتابة أهم الأجزاء عليها تعالوا نبص على مكينة منشار الشريط الطارة أول حاجة جسم المكينة بص على الرسمة اللي قدامنا هنا خلاص جسم المكينة هو اللي هو الفرش بنقول عليه فرش المكينة أو جسم المكينة اللي هو الشكل اللي انت بنقدر نحن نحمل عليه المكينة بشكل عام خلاص عندي بعد كده قولنا من يصع من الحديد الظهري المسبوك عندي بعد كده الطارة القائدة طارة القائدة أهيت اللي هي موجودة تحت دي ماشي العنوان بتاعها هو الطارة القائدة بنقول عليه هي ذاتية الحركة تستمد حركتها من المطور بشكل مباشر ماشي مغطاة بطبقة من الكواتشوك أو الفلين أو البلاستيك لمنع انزلاق سلاح الشريط أثناء العمل عليها خلاص طيب طالما فيه قائد يبقى فيه تابع عند الطارة التابعة الطارة التابعة بنقول هي تستمد حركتها عن طريق سلاح الشريط يعني بمثابة السير خلاص ومساوية فيه الحجم والوزن والقطر للطارة القائدة يعني دي قبي من الطارة دي في الوزن والحجم والقطر طيب ونقول تاني برضو مغطاة بطبقة من الكواتشوك أو الفلين أو البلاستيك لمنع انزلاق سلاح الشريط عليها وبتيجي كمان أكمل يا جماعة الكلام ده كله يعني من الحاجات اللي هي بنقدر ان احنا ندكز عليها تغطى بطبقة من نقط أو نقط أو نقط لمنع نقط تغطى من طبقة من الكواتشوك أو الفلين أو البلاستيك لمنع نقط ان هي انزلاق سلاح الشريط تعالي نكلم هنا على سلاح الشريط سلاح الشريط أهوت اللي انت شايفه دهوت خلاص سلاح الشريط دهوت بنقول يصنع من الصلب المرن القطر بتاعه من ثلاثة لستة تمام تستخدم اسلحة ضيقة للخشب الصلب وأسلحة واسعة للخشب اللين وتستخدم دية الأسنان بالنسبة للعرض بتاعه الأسلحة الضيقة لعمل الدورانات والأسلحة العريضة للشق الطول والقطع العرضي أما السنون واسعة للأخشاب الليدة أما الأسنان الديقة للأخشاب الصلب عندي هنا لقم توازن عليا ولقم توازن سفلة عندي جشمة عندي قرصة عندي لقم توازن تانية عندي مفتاح التشغيل بصوا جماعة بالنسبة لمكينة منشار الشريط ما كان لا غين عنها ما كان لا غين عنها ورشة النجارة ومن محور الأسئلة في امتحانات الدبلوم بنقول عليها عصب ورشة نجارة الأساس لما يجي لك حتى الماكنة رقم واحد عندنا بنقول عليها في المنهج أو ما بنبدأ مع طلبة الدبلوم بنبدأ نعرفه على ماكنة أول ماكنة بياخدها ماكنة عالية وأول ماكنة بتصطفه أنه لها استخدامات كتيرة في ورشة النجارة وعليها اعتماد كبير جدا هي ماكنة منشار الشريك وأول حاجة بيخش عليها الخشب قبل ما يخش على التخانة والربو والنقر والكلام ده كله لأن هي اللي بتبدأ تفصل معنا الأخشاب طيب تعالي نتكلم عليها لو جالي سؤال في المكانة دي بيقولك اشرح استخدامات ماكنة منشار الشريك سؤال زي ده بنقوله ازاي أو الإجابة بتاعته ازاي تستخدم فيه الشق الطولي الشق الايه الطولي والقطع العرضي وعمل بعض الدورانات يعني هي بتقدر تشوق معيها شق طولي وقطعها عرضي وعمل الدورانات طبعا ما قدرش اقول بعض اقول بعض الدورانات لان الدورانات أو التفريغات بتقوم عليها ماكنة منشار الأركب طيب أهم لما يجيلي سؤال زي ده ودقى احنا قلنا استخدام تعالي نتكلم على أهم أجزاء قلنا يصبت بصعق قاعدة خرصانية في أرضية الورشة بصمولها ربط واخر ذلك طبعا قلنا ده يتعمى في كل الماكينات لما نجي نتكلم على الطارق قائدة بنقول عليها هي ذاتية الحركة وقولنا بتيجي ازاي فيها ناط هي ذاتية الحركة تستمد حركتها عن طريق المطور بشكل مباشر مغطاة بطبقة من الكوتشوك أو الفلين أو البلاستيك طبعا طالما فيه قائد فيه تابعة نقول الطارة التابعة هي تستمد حركتها عن طريق ايه عن طريق سلاح الشريط السلاح دوت بمثابة الايه السير بمثابة الايه السير طيب نفس مساوية فيه القطر والحجم والشكل للطارة القائدة توجد أعلى المكينة خلاص طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الجشمة هي طارة طارة من المعدن لرفع وخفض الايه الطارة التابعة طب ليه قال لي اننا الطارة التابعة ديت هي محور الشغل عندي يعني ايه محور الشغل عندي انا عندي هنا عايز اغير سلاح الشريط عايز اشد سلاح الشريط لازم اعمل عملية ارخاء للطارة ان هي تطلع عن طريق عمود وتتشد اننا الجشمة ديت بقدر اننا افك الجزء بتاع الطارة بتبدأ تنزل معي الطارة ابدأ افك سلاح الشريط او اركب خلاص يبقى الطارة هي لي شد و شد وارخاء الطارة التابعة خلاص طبعا عند سلاح الشريط يصنع من الصلب المارين الصلب المارين خلاص تستخدم الاسلحة العريضة في الشق الطولي والقطع العرضي وتستخدم الاسلحة الضيئة في عمل ايه المنحنيات والدورانات وتستخدم الاسنان الواسعة للخشاب اللينة والاسنان الديقة للاخشاب الصلب تمام يبقى انا كده عرفت السلاح بتاعي ببدأ ان انا اتكلم عليه لاني تيجي ساعات في هيئة نقطة طيب تعالى نتكلم على القرصة قال لي افقية الوضع بيها مشقبية لمرور سلاح الشريط بيها خلاص تستمرين قال لي من الحديد او الحديد الظهر او الصلب عادي تمام ديت ليك حرية اختيار المعدن اللي انت تستخدمه ولكن عشان عليها استهلاك اكتر فممكن تبقى من الحديد افضل واخبالك الحديد اللي هو الماطل او الحديد المجالفة طيب عندي بعد كده حاجة اسمها لؤم توازن يعني ايه لؤم توازن قال لي عندي لؤم توازن عليا ولؤم توازن سفلة اللهم التوازن دوية لتحديد مصار الشريط ولمانع اهتزاز الشريط يعني ايه السلاح نفسه ما يتهزش معي اثناء العمل على المكينة خلاص يبقى انا عندي الشريط ما يتهزش اثناء العمل على المكينة بحكمه بلؤم توازن سفلة بتوجد اسفل القرصة ودي سبتة اما لؤم توازن عليا وهي حرة الحرقة لاني بقدر غير العروض والسمك بتاع الاخشاب فبقدر اننا بتبقى فيه عبارة عن مستطيل من الخشب اعلى المكينة بقدر اننا فكه وقدر اطلع وانزل العلبة دي على حسب العروض بتاعت الاخشاب دي بنقول عليها لؤم توازن عليا عندي مفتاح التشغيل وقلنا مفتاح زي الامتصاص الشرز القهربي وتحمل الاعباء القهربية عندي حاجة اسمها السياج السياج دوت يا جماعة قال لي اغطية وقية لحماية العامل اسناء العمل على المكينة يبقى السياج دوت غطى وقية بيبقى موجود بيحمي العامل لو السلاح لقدر الله جيبه اصبار في حتة الخشبة وقصر السلاح السلاح اغطية وقية لحماية العامل اسناء العامل على المكينة طبعا عندي الزاوية وقلنا الزاوية ديت موجودة في معظم المكان اللي فيه اسلحة الزاوية ديت قلنا هي حرة الحركة بتتحرك بمشقبيات غنفارية تصنع من الحديد او الحديد الظهر مش هتفرق كتير برضو لتحديد عروض وسمك الاخشاب خلاص عندي بعد كده اني اختمها بحاجة اسمها الفرشة الفرشة ديت بتوجد اسفل المكينة ديت لتنظيف نشارة الخشب او بقايا الخشب اثناء العامل طيب انا لما انا بقى شغال على المكينة والمكينة بتطلع الرزاس خشب بصفة مستمرة معي ايه اللي بيحصل بينزل على الطارة القائدة مع الزيت مع الشحم بيبدأ يعمل طبعا بيقدر لنزلق سلاح الشريط طبعا انا عشان اتفادي القصة دية مصر اعمل ايه اللي حط فرشة تبدأ بصفة مستمرة مسلطة على الطارة القائدة من نحية الشمال كل اللي بقتطرة تلف الفرشة دية تمسلطة على الطارة بتبدأ ان هي تشيل تزيل نشارة الاخشاب بصفة مستمر تمام يبقى ده رسم المكينة وهنا فيه نظرية التشغيل اللي هي موجودة عندنا بتبدأ تقوله ان حركة السير بتاعة المكينة ديت ازاي وبيبدأ ان انت ترسمه دايرة فوق دايرة تاعت ديت لو قالك نظرية التشغيل تعالي نخش على سؤال تاني اه مهم جدا بقى الجزئية ديت ونعرف هي بتكلم عليه اذكر خمسة من أسباب كسر سلاح الشريط تمام اول حاجة عندي استخدام او استخدام اسلحة عريضة تعالي نتكلم عليها باستفادة استخدام اسلحة عريضة في نشر منحنيات ضيق تمام استخدام اسلحة عريضة في نشر منحنيات ضيق تمام تعالي نتكلم على جزئية تاني وجود اجزاء معدنية مغروسة في قلب الاخشاب وجود اجزاء معدنية مغروسة في قلب الاخشاب تمام طيب يبقى انا اول حاجة اتكلمت استخدام اسلحة عريضة في عمل منحنيات او درنة وجود اجزاء معدنية مغروسة في الاخشاب مثل المسامير تمام؟ عدم من ضمن الأسباب أنا بقفل الورشة بتاعتي وباجي تاني يوم ألاقي السلاح القصر طب القصر ليه مستر قال لي لسببين السبب الأولاني أن أنا أثناء العمل على المكينة بشد الجشمة الجشمة اللي أنا بتكلم عليها ديت اللي هي بتشدلي السلاح بتاع الشريب طيب أنا شدت الجشمة لأن عملية التمدد للسلاح أثناء العمل على المكينة بتبقى مستمرة معين يعني إيه مستمرة معين يعني أنا وأنا شغال بيحصل احتكاك ما بين السلاح والأخشاب فبيحصل سخونة للسلاح السلاح ده بيحصل له عملية إيه؟ تمدد طيب أثناء تمدد السلاح بيبدأ يلب معين فببدأ أعمل أنا إيه عشان السلاح ما يلبش؟ ببدأ أعمل عملية شد للجشمة ببدأ ألف الطرة اللي هي جشمة فبتشد السلاح معايا عن طريق الطرة التابعة طيب حصل عملية شد للسلاح خلصت شغلي قفلت الورشة بتاعتي جيت تاني يوم لقيت السلاح مخصور إيه السبب؟ قال لك إن أنا بعد التمدد بيحصل انكماش أنا بعد ما خلصت شغلي السلاح بيبدأ من مرحلة السكونة بيبدأ يبرد فبيحصل لعملية انكماش طب هل يا طرة هيشد الطرة التابعة بالطرة القائدة ولا هو أضعف جزء؟ هو أضعف جزء فعدم ألخاء الطرة بيقدل كسر السلاح لإني بيبقى تحصل عملية انكماش فبيطرق على السلاح تيجي تاني يوم تلاقيه مخصور حتى لو محدش خلال دخل الورشة أو استعمل المكين طيب عدم تزييد وتشحيم لقم التوازن لقم التوازن دولية يا جماعة لازم أنت أول ما بتسمع صفارة بودنك للمكينة بتبدأ تعرف إن ما فيش شحم في لقم التوازن فبتبدأ تشحم لقم التوازن لعليا والصفلة عشان جزء دي عدم تفليج وسن سلاح الشريط بصفة مستمرة يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ قال له إن أنا سلاح الشريط لازم من حين لآخر لما لايه السلاح بيصفر معايا أثناء الشغل أعرف إن عملية التفليج بتاعته إيه؟ راح فبضطر أعمل له عملية التفليج اللي هي سنها الشمال وسنها ينين وأعمل له عملية سنة عن طريق مبرد المسلوس أو مكينة سنة السلاح ده بيقدر لتكسر السلاح لأنه ما فيش عزم فيه ما فيش شغل فيه طيب فيه سبب تاني مستر قال لي آه عدم استخدام الزاوية بصفة مستمرة يعني أنا مثلا إن عايز أشتغل أي حاجة وأنا شاطر في المهنة بتاعتي الزاوية بتحدد المصار بتاع الخشب فبقى بحل الزاوية ببدأ أشتغل حر فعدم إحكام طريق المصار بتاع الخشب بيقدر لتكسر السلاح وعنده دوران خفيف بقى أم شايل بتاعه وأم شغال على إيه؟ الماكنة أوتوماتيك كده منول بيقدر لتكسر السلاح الشريط طبعا السلاح العريض بيستخدم السلاح عريض اللي عمل إيه؟ الدورانات فهي يكسر لأن السلاح العريض عايز أن السلاح ضيق عشان يلف معي على قد السيمترية أنت بتاخده على واسع أو بتاخده على ضيق طبعا السلاح لو ضيق بيعمل معي شغل أفضل من السلاح العريض السلاح العريض ممكن يكسر معي طيب استخدام أسلحة ضيقة في ايه؟ أو استخدام أسلحة واسعة في الأخشاب الصلبة السلاح الواسع لو جيت استخدامه في خشب صلب يفرق على طوله أو يكسر معي بسهولة فيمكن النص إيه؟ فالحاجات دي إنت طبعا ما بيذكر لكش الكلام دوت يعني في الامتحان بيقول لك أسكر خمس من أسباب كسر سلاح الشريط أنت عندك ثمانية أو تسع أجزاء أنت بتسكر له خمس أجزاء بس اللي احنا قلنا عليهم أو قلنا على معظمهم أن أنت إيه الحاجات اللي بتبقى ودية اللي بتتميز مكنة منشار الشريط عن باقي الماكينات تعالوا نخش على سؤال تاني بيقول لي أسكر مع الرسم قد بالك بقى من السؤال أسكر مع الرسم استخدامات مكينة الحالية هو مش عايز رسم الماكينة خلي بالك أسكر مع الرسم استخدامات مكينة الحالية طيب أول حاجة الحالية والقرانيش المستقيم يبقى أول حاجة في الزكر الحالية والقرانيش طيب تاني حاجة إيه يا مصدر قال لي الحالية المنحنية أي حالية منحنية بقدر أن أنا أستخدم لها مكينة الحالية طيب عندي ايه تاني؟ قال لي عندي الأفريز طيب هي الأفريز دي بتقوم بها الماكينة دي بس؟ أه لك لا ده فيه مكينة الصينية بتقوم بالكصة دي ومكينة الربو بتقوم بالكصة دي برضو ولكن من الحاجات اللي بتقوم بها مكينة الحالية لو أنا ركبت كاستير بتاع إفريز يقدر يعمل معي الإفريز برضو عندي المفحار إن أنا بركب مفحار بكاستير معين على البعد بتاعي وبقدر إن الماكينة برضو تعمل لي مفحار وهنشوف الرسم بتاع الكلام ده عندي التلسين إن أنا ممكن أركب سلاحين يقدر يعمل لي لسان في قطعة الخشب عندي الكعب الغنفاري طبعاً الكعب الغنفاري دوت بقدر يركب لقمة الكعب سواء مفرد أو مجوز وبيقدر يعمل لي الكعب سواء الدكر أو الأنسة بتاعه عن طريق أسلحة أو كاستير معينة تتركب على عمود الكاستير في مكينة الحالية بص هنا معين الحالية والقرانيش المستقيمة أهي بص أنت الحالية خلاص شايف أنت الحالية الشكل دوت سواء الجزء دوت أو الجزء دوت الجزء دوت ده إيه مصر اللون الأزرع دوت قالي ده كاستير طب دي قطعة الخشب بتبقى عكس عكس الحالية يعني أنا لو عايز جاي بتبقى موجة مقلوبة بتبقى موجة عدلة أو جاي بيبقى نفس التشكيل بس العكس لأن دي تحققها بر زي فارما أو إصطامة بتقدر تشكلك الشكل العكسي بتاعه زي المراية كده بالظبط طيب تعال بص هنا بقى ديت إيه ده اللسان شايف أنت اللسان شايف الكاستير بتاعه شكله إيه الكاستير بتاعه بيلف فبيعمل بياخد جزء اللي فوق وجزء اللي تحت عكسها برضه وبيسيب الجزء اللي هو متفرق دوت اللي هو اللسان طب الكاستير اللي فوق دوت بيعمل إيه بيعمل عملية النار بيعمل عملية إيه ده بيقوم الجزء الغشب دوت بيخش بدوت بسفولة لإني الكاستيرين يدوبك معمولين بالمل تعال بص بقى الحالية المنحنية بص الجزء دوت ده اسمه بسطوم اسمه إيه بسطوم حلية البسطوم عشان أعمل حلية البسطوم تعكس الحلية بتاعتي بالزبط فيه عمود الكاستير عكس الحلية قاية قاية دي عمود الكاستير أول عكسه بالزبط ماشي بيشكل معي البسطوم ماشي في قطعة الخشب تعالى نخش على سؤال تاني أذكر استعمالات مكينة الربو أذكر استعمالات مكينة الربو تستعمل لاستعدال ومسح أسطح المشغولات وأعدادها للتصفية على مكينة التخانة علاوة على ذلك تستعمل أغراض أخرى كشطف أحرف المشغولات وتفرزها وسلب أرجل المناضد والكراسي بدون تغيير الكاستير كما يمكن عمل مفحار وحلية في المشغولات بتركيب كستير تعالى نتكلم على مكينة الربو ونقول أن مكينة الربو يا جماعة من المكينات المهمة جدا اللي بتقدر تعمل معي عملية كبيرة جدا ومتنوعة يعني لما نستخدم اللي تستخدم في عملية مسح واستعدال مسح واستعدال أحرف الأخشاب وديت الوظيفة الأساسية بتاعتها الوظيفة الأساسية بتاعة مكينة الربو إن أنا بستخدم استعدال وش وحرف طيب ليه؟ قالي تقديمها لماكنة التخانة عشان ماكنة التخانة تقدر أن يبقى فيه وش ناعم عندي أقدر إن أنا أخد الجبدة أو إن أنا حدد التخانة بتاعة الخشب بتاعي وتسهل لي عملية الشغل بتاعي أو طيب أنا بأخد وش وحرف ليه؟ طيب مش ما أنا خدت على مكينة التخانة السمك وهاخد العرض على مكينة التخانة هيبقى لازم يبقى وشين عمين يعني الخشب بتبقى أربع أو شوش أو أربع وجوه وجهين هيتاخدوا على مكينة التخانة وجهين بيتاخدوا على مكينة الربو اللي هي بتنقدر إن إحنا تستعدل وش وحر طيب أنت قلت لي شوات حاجات كده أنا مش فهمها سلب أرجل المناضد والكراسي يعني إيه سلب؟ قال إن عملية الميل أو الشطف بتاعة أرجل الكراسي والمناضد دي بتميز مكينة الربو إن أنا أقدر إن أنا أعمل عملية السلب أو عملية الشطف بسهولة جدا إزاي يا مستر؟ قال لي ومنضيبنا أسئلة الدبلوم اللي بتيجي اللي إحنا بنقدر إن إحنا نتكلم عليها هي الجزئية ديت إن إنت بيقول لك أشرح طريقة سلب أرجل على مكينة الربو أول حاجة أنا هعملها إن أنا هعمل حاجة اسمها سندوق اسمه سندوق السلب عبر عبد الرواز بقدر إن أنا أحطه فيه مجموعة أرجل لو أنا عندي منضضة أو منضطين أو على حسب السيعة بتاعة عمود الكساتير وببدأ أرصوهم بشكل معين بإحكام فيه سندوق السلب وببدأ إن أنا أصبط المسافة ما بين الزاوية ونهاية القرصة بمقدر السندوق دو طيب السلب ده تلت أو تلتين أو تلتين أو تلتة ربعة على حسب السلب يعني أنا مثلا هجيبه تلتة ربعة والربع مش مسلوق أو النص أو التلت الأخير داني دو تلت سلب ببدأ أحدد السندوق هينزل إزاي على عمود الكساتير وببدأ قبل أنا نظبط الكلام ده كله خلاص ببعد السندوق بتاع السلب وببدأ أول الضغط على زر المكينة والانتظار فترة وجيزة بتاخد لها مثلا متاع 7-8 ثواني عشر ثواني عشان المكان تاخذ سرعتها اللي هي بتقول عليها من 4000 ل5000 لفة في الدقيقة وساعات بتوصل في بعض الماكينات لستة الاف لفة في الدقيقة الانتظار فترة وجيزة حتى تأخذ المكينة سرعتها بعد ما خدت سرعتها أبدأ أنزل سندوق السلب بيبدأ ياخد بقى التلت ربع أو الربع وببدأ دفع السندوق فبيتم سلب الأرجل سواء منادد أو كراسي دفعة واحدة طيب في سؤال تاني ممكن نجيلي في مكينة الربو ويقول لي اشرح طريقة عمل إفريز إفريز؟ آه بتعمل إفريز؟ آه وتعمل حلية كمان لو أنت عايز ممكن تغير الكستية طيب بتعمل إفريز إزاي؟ أول حاجة لو الإفريز عندي محدد العرض والصمك ببدأ دي سهلة جدا إن أنا بزبط المسافة المحصورة ما بين الزاوية اللي هيدا للمشغولات ونهاية القرصة بمقدار عرض الإفريز طيب السمكة هجيبه إزاي؟ قال لي أنت السمكة يا باشا أنت بتقدر أن أنت جبدة 2-3 أنت عارف أن أنا مثلا محتاج إفريز نص سنت خلاص؟ طيب الجبدة عندي بتاخد 2 ملي أو 3 ملي يبقى نص سنت دوت أو 6 ملي دولة يجو عملي دي على جبدتين خلاص؟ أو 3 جبدات على حسب ما الكستير هيشيل معاك يبقى أنا بزبط المسافة المحصورة ما بين الزاوية ويه؟ القرصة بمسابة أو بمسافة العرض الكستير والصمك بجيبه على عدد الجبدات تمام؟ يبقى أنا عندي سلبة أرجل عندي إفريز عندي مسح واستعدال أسطح المشغولات طيب أنت قلت لي حاجة غريبة جيدا قلت لي ممكن أعمل عليها حالية؟ أو ممكن تعمل عليها حالية؟ إن أنا عمود الكستير ممكن أراكب عليك هستير حالية اللي أنا عايزة جاية أو بسطوم أو خوشخان أو أي إن كان الحالية اللي أنا عايزة أعملها وبركبه على عمود الكستير وبقدر إن أنا عامل عليه حالية على ماكينة الربو تمام؟ يبقى دوت برضو من الحاجات اللي هي أسئلة ديبلون بتيجي متوقعة وسهلة وبتقدر إن أنت تجاوب عليها من خلال فهمك للمكينة تعالي نبص على سؤال تاني قال لي أسكر أوجه استعمال ماكينة منشار الأركيت أسكر أوجه استعمال ماكينة منشار الأركيت تعالي نشوف ماكينة منشار الأركيت سهلة جدا قلنا تستخدم هذه المكينة في تفريغ المنحنيات الداخلية وفي نشر المنحنيات الخارجية يبقى تفريغ المنحنيات الداخلية التفريغ الداخلي ونشر المنحنيات الخارجية المكينة ديت هي الوحيدة اللي تقريبا بتعمل الدورانات بس مش مسؤولة عن تقطيع ولا كانت بقوله هي بتعمل تفريغات اللي هي الشغل بتاعي اللي أنا أقدر اعتمد عليها تعالي نخش على سؤال تاني إشرح طريقة عمل الدورانات على ماكينة منشار الأركيت طيب تعالى قبل ما نخش على الإجابة على السؤال دوت نقول إن أنا عمد الطريقة الأكاديمية اللي أنا هشرحها لك دلوقتي دات علمية والطريقة إن أنا ممكن أشرحها لك بنحية مبسطة تقدر إن أنت من خلال شرح دوت أو من خلال احتكاكك بالنحية العملية أقدر إن أنا أجاوبها بمنتغة بساطة إزاي كلام دوت يا مستر قال لي إن أنا عندي التجربة العملية أفضل من النظري يعني إيه أفضل من النظري إن أنا أشرح الجزئية اللي هي خاصة بماكينة منشار الأركيت مثلا عن تجربة واحدة واحدة أفضل من أن أنا أقرى كلام أكاديمي طيب تعالى نقول أنا عايز أعمل دورانات أو عايز أفرغ مجهولة على ماكينة منشار الأركيت إزاي مستر قال لي حاجة أول حاجة عندي تصميم عايز يتفرغ التصميم عايز يتفرغ عندي كذا طريقة إن أنا أنقل التصميم بتاعي التصميم دوت لإما ورقي على ورق لإما مرسوم قدامي على الجهاز أو على فرما أو أين كانت التصميم بتاعي طيب لو نفترض نجمه إسلامية مثلا وعايز أفرغ أو شكل إسلامي عايز أفرغ بيبقى التصميم عندي أول حاجة ممكن إن أنا أتعامل مباشر على قطعة الخشب إن أنا أمسك التصميم وحط شوية غيرة بطريقة معينة مخففة بالميا وببدأ ألزأ التصميم بتاعي على قطعة الخشب وأبدأ أشتغل عليه خلاص طيب تاني طريقة قال لي إن أنا أستخدم زي ورق كربون كده إن أنا أطبع التصميم بتاعي على الخشب طيب تالت طريقة قال لي لو عندي فرمة أو الرسمة بسيطة فيها دورانات وأنا حيارة في شطر هقدر إن أنا أنقلها على طول على قطعة الخشب بشكل مباشر طيب لو أنا خلصت كده عملية نقل يعني عندي تصميم نقلت على قطعة الخشب أعمل بقى عملية التفريغ إزاي قال لي إن أنا عندي تفريغ الداخلي ونشر الملحانيات الخارجية أبدأ بإيه قال لك ابدأ بالتفريغ الداخلي قال لك ابدأ بالتفريغ الداخلي لعشان عندي قطعة الخشب أقدر أتحكم فيها وأقدر أمسكها وأقدر أتعامل معها بيسر وسلام طيب أنا عايزة أفرغ تفريغ داخلي مصر هعمل إيه قال لك إن انت هتعمل خرم أو سقب على محيط كل جزء هتفرغ من الداخل يعني إيه الكلام دوت قال لن أنا عندي مثلا نجمة إسلامية هبدأ على الطرف بتاع النجمة نفسها هعمل سقب السقب دوت بيبقى البنطة بتاعته نص قطر السلاح يعني السلاح بتاعي لو ستة هستخدم له بنطة ثلاثة السلاح بتاعي لو خمسة هستخدم له بنطة اتنين ونص خلاص طيب يبقى أنا عملت سقب لجميع الأطراف أو جميع الأجزاء اللي أنا هفرغ بيها ده هو كله أنا باش حكيه لك قصة عملية وهو وريك الكلام الأكاديمي هنعمل فيه إيه وهنقراب مع بعض دينا بشكله إيه بس الكلام اللي أنا بقولولك دوت أفضل أن أنت تكتبه بشكل مبسط أنا هنقل تصميم خلاص وبعد كده أعمل تفريغات داخلية بأعمل سقب على محيط كل جزء داخلي للتفريغ خلاص وبدأ أحرر من لقم التوازن العليا السلاح بتاعي يعني أن أنا فك لقم التوازن العليا بقى السلاح معي حر السلاح دوت سلاح ضعيف جدا السمك بتاعه من ثلاثة ملي لستة ملي يعني حاجة لا تسكر طبعا ده كلام الأكاديمي فيه في السوق 11 و 12 ملي يعني ولكن احنا بنتكلم عن الكلام اللي هو موجود معنا في كتاب اللي هو بتاع الاركت من ثلاثة لستة ملي طيب بعد ما حررت بقى السلاح حر معي بابدأ أدخل السلاح من تحت في الصقب من تحت الأعلى خلاص نفدته من الصقب اللي أنا سقبته فيه محيط الجزء اللي أنا هفرغه بعد كده بضغط على الجزء الأعلى للمكينة وبابدأ أربط السلاح بتاعي بعد ما ربطت السلاح مستر خلاص في اللقم التوازن العليا أبدأ الضغط على زر المكينة والانتظار في فترة وجهزة حتى تأخذ يعني ما كانت تأخذ سرعتها وابدأ أحرق بقى بحرافية إن أنا أفرغ جزء جزء فرغت جزء واحد أنا مثلا عندي ستة أجزاء سبع أجزاء عشر أجزاء أين كان العدد الأجزاء بتاعتي بابدأ أفرغها جزء تلوي الآخر بعد ما فرغتهم تمام بابدأ أحرر قطعة الخشب بتاعتي يبقى دوت الكلام اللي هو الشرح بنقول عليه الشرح اللي أنت بتشوف المكينة وبتبدأ تشرع عليه النقل لتصميم سقب على محيط الجزء الداخلي بفرغ الداخلي الأول بعد كده تحريق لقم التوازن العليا التحريق اللي هو أن أنا بفكب معنى أصح أن أنا بفك لقم التوازن العليا وبمر السلاح من أسفل إلى أعلى ربطه بالجزء بتاع لقم التوازن العليا ضغط أو تشغيل المكينة وبفضل فترة قليلة اللي هي من سبع إلى عشر ثواني المكينة تاخد سرعتها وببدأ أمشي على الخطوط الداخلية للتفريغ بعد كده بعد ما خلصت الأجزاء بتاعتي ببدأ أن أنا أربط السلاح بتاعي وببدأ أن أنا أعمل دورانات الخارجية بتاعة القطعة الشغل أو المشغولات بتاعتي تعالوا نبص على كده من الأكاديمي عندنا على الجهاز بص بقا قال لي ترسم الخطوط المراد نشرها على القطعة من الورق ثم تلزق على لوحة من الخشب البلاكاش المراد تفريغه كما يعمل أحيانا الرسم على لوحة من الخشب نفسه ثم يسقب في محيط خطوط الرسم يفك إحدى طرفي السلاح ويمرر من السقب الذي عمل بمحيط الرسم ويربط ثانية بعد ذلك يثبت العامل لوحة الخشب على القرصة بيدي ثم تنقل الحرقة إلى المكينة فيدور عمود المحور الأفقي ويدور معها القرص المتصل بزراعة توصيل إلى حرقة مستقيمة مترددة يكسبها سلاح المنشار المتصل من أعلى بسستة معدنية وعندما يبلغ المنشار سرعته يحرك العامل الخشب كما يتطلب الرسم وينشر كخطوة أولية الخط العام للشكل المنحني ثم ينشر بعد ذلك بالتفصيل طبعا ده الكلام الأكاديمي أيهما أفضل لك اشتغل بيه أذكر استعمالات مكينة منشار الشريط طبعا قلنا في أول حلقة استخدامات منشار الشريط قلنا أن تستخدم مكينة منشار الشريط في نشر الأخشاب مع الألياف متصلة أو قطعها عرضية مستخدم في عمل الألسن والنشر الداخلي والدورناء تعالي نشوف أكمل دي قال لي أطارة نؤبت هي ذاتية الحرقة تعالي نبص مع بعضنا ونقول أننا عندي الأسئلة الأكملة يا جماعة بتبقى لها محور مهم جدا إنما ببقى بشوف الكلام بين السطور يعني إيه بشوف الكلام بين السطور إن أنا عندي الأكمل بنقول أطارة نؤط هي ذاتية الحرقة هي إيه اللي ذاتية الحرقة أطارة القائدة وتستمد حركاتها عن طريق إيه بشكل مباشر نؤط بشكل مباشر المطور بشكل مباشر خلاص وتغطى بطبقة من نؤط أو نؤط أو نؤط لمنع نؤط وتغطى بطبقة من الكوتشوك أو الفلين أو البلاستيك ليه لمنع انزلاق سلاح الشريط تستخدم أسلحة عريضة للقطع الطولي الشق الطولي والقطع العرضي يبقى تستخدم أسلحة نؤط للقطع الطولي يبقى أسلحة عريضة ماشي والشق الطولي والقطع العرضي وتستخدم أسلحة ضيقة لنؤط أو نؤط تستخدم الأسلحة الضيقة لعمل السنان الضيقة للأخشاب الصلبة طيب لو السلاح ضيق لعمل الدورانات يبقى احنا جماعة لازم بيبقى فاهمين الأسئلة امتى أشتغل أكاديمي وامتى أشرح زي ما أنا بشوف المكينة يعني امتى أشرح ديت مهمة جدا أن أنا أبقى دخلت اللوارشة مرة واثنين وشفت الأستاذ بتاعي وهو شغال على المكينة وببدأ أقول اللي أنا شفته بالتفصيل طيب لو أنا بصت باستفادة ليه كل المكينات هتلاقيهم أن هم كلهم بيسلموا لبعضهم الشغل يعني مكينة الربو بتسلم لمكينة التخانة بتسلم لمكينة الصنفرة اللي هي مكينة المسح والتصفية إن أنا مكينة الربو بتعمل عملية مسح وش وحرف بتقدمها لمكينة التخانة بتحدد عرض عندي ببدأ أقدمها لمكينة الصنفرة بتبدأ أن هي تقوم بدورها اللي هي عملية التشتيب مكينة الشريط بتقوم بعملية شق وقطع مكينة الصينية بتقوم بدور برضو قريب اللي هو عملية الشق والقطع مع عمل أفاريز مع عمل مفاحير مع مكينة الأركيط بتعمل دورانات تعالى المكينة النقر بنقول عليها إن هي مكينات بتعمل عملية النقر لتجهزة للتلسين عندي مكينات التشكيل بنقول عندنا مكينات التشكيل عندي مكينة التلسين بتبدأ إن هي تعمل معي اللسان اللي هو بيركب فيه النقر عندي مكينات الحلية اللي هي بتبدأ تشكل معي الحلية بشكل مباشر وده حلية سواء حلية مستقيمة أو حلية منحنية فيها دوران ده دي مكينات التشكيل وعندي مكينة المكارطة اللي هي بتبدأ تعمل معي الأجزاء بتاع أرجل المناضد وأرجل الكراسي طبعا المنهج بتاعها جماعة منهج المعدات منهج من المناهج الجميلة جدا والشيقة جدا اللي نقدر نستفاد منها طلبة الدبلومات الفنية طبعا بنتمنى لكم التوفيق والنجاح ومن نجاح لنجاح إن شاء الله بإذنك يا رب نشوفكم في أعلى المراكز كنتم معكم أستاذ أحمد عقل معلم بوزارة التربية والتعليم